نحن نجب على المادة ونحن نبدأ أيضا بأنقول أريتريا وطني أنا للروح طابة مسكنة يا روضة الشهداء لن نرضى بغيرك موثنة قم يا عواتي فارسا نال الشهادة مؤمنة قم من بريقك ساعة تشهد حقيقة بعسنة نحن المروة أهلها نحن البروغ لها سنة هكذا نبدأ وإخوة والأخوات رواض المنتدى الأريتري للتغيير التحية لكم جميعا وكما عودناكم في كل يوم جمعة سوف نخصصها لسرد وغاية تاريخية وفي كل حلقة نتناول فترة زمنية محددة ويحدثنا فيها الأستاذ الكاتب المناظر عمر جابر عمر وبالتأكيد عندما يكون سرد التاريخ من كاتب وسياسي فهنا يبتغي السرد الروائي بالسرد التاريخي في سياغة حكائية تجعلنا نتشوق ماذا بعد ونحن هنا حقيقة نريد أن نخرج من منك السرد التغليدي بالبحث الدقيق في الماضي وتصحيح من خلاله الحاضر وبناء المستقبل فالتحية للأستاذ عمر جابر والتحية للحضور الكريم وأتمنى أن من الحضور الكريم بعد السرد الأستاذ عمر جابر سيسرد حركة تحرير أريتريا فأتمنى من الإخوة والأخوات الحضور أن تكون المداخلات والأسئلة فيما سريد فلكم التحية والتغدير ورحب بكم جميعا وأهلا مرحب بكم والأتمنى أن أمسي مفيدة وشيغة مع سرد جميل ورايا التحية لك أستاذ عمر جابر ولك المساحة الآن أستاذ عمر جابر لو سامعني أريد تأخذ المايك شكرا جزيلا إذا مسموع دون واحد واحد نبدأ نعم تفضل مسموع بي شكرا جزيلا أولا السلام عليكم ورحمة الله بداية لابد أن نعبر عن حقيقة مشاعري اتجاه الراحلة العظيمة السيدة عمارة زوجة الزعيمة إبراهيم سلطان هذه المرأة لم تكن يعني زوجة لزعيم لم تكن زوجة عادية لزعيم فقط بل كانت أم لكل الإرترين الذين كانوا يأتون إلى الزعيم في القاهرة بالفعل يعني أشعرتهم وهم في القربة أن لهم أم يعني لهم بيت وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة فتلك المرأة فعلا واكبت هذا الزعيم طوال فترة حياته فكانت خير رفيقة له وما لا نملك إلا أن نقول رحمه الله واسكنها فسيحة جناته والهم آلها وزوي الصبر والسلوان نبدأ اليوم حديثنا عن حركة تحرير إلتريا هذه الحركة السياسية اللي بدأت سنة الثمانية وخمسين وانتهت سنة واحد وسبعين تلتاشر سنة قبل ما أدخل في الموضوع أحب بعض الملاحظات الحقيقة عشان تكون في ذهننا طوال لقاءاتنا القادمة أيضا يعني ما أحاول أن أقوله هو اجتهاد شخصي وأحاول أن أجيب فيه على أسئلة مثل لماذا وكيف ليس حول وقوع الحدث بحد ذاته ولكن لماذا حدث بتلك الصورة وكيف حدث بعض المواقف وبعض الأحداث قد لا أملك عليها دليلا أو وثيقة ولكن هناك قراء وبعضها عايشته وإذا كان أي واحد من الأخوة المستمعين أو الآن أو لاحقا يملك وثيقة أو دليل يثبت عكس ما أنا اتهت فيه سأكون سعيدا بأن أزيد معرفتي وأن أتعلم كل يوم يعني من الآخرين لا أملك لا أدعي امتلاك الحقيقة الوحدي ولكن كما يقال بالفعل أعلم الناس وكل الناس الملاحظة الثانية كل من يتقدم صفوف العمل الوطني يعتبر شخصية عامة لذا إذا تناولنا شخص معين في مرحلة معينة لا يعني ذلك استهداف شخصي أو تحليل تحليل وعكب ذلك للشخص بالعكس إذا كان قد نجح في مهمته فيكون قدوة للآخرين وإذا كان قد فشل يكون درس لمن بعده ويكفي ذلك الشخص العام المبادر أنه اجتهد وتقدم الصفوف وذلك يحسب بالتأكيد في سجله فأرجو أن عندما نقرأ التاريخ أن نتجرد من هذه العواطف الشخصية ونحن لا نحاكم لا نعلق نياشين على أحد ولا ننزعها من أحد لكن نحاول أن نفهم أن نصر لأفهم مشترك لماذا حدث ذلك بالطريقة التي حدث بها الملاحظة الثالثة أرجو أن نحن الآن الموضوع بتاعنا هو اليوم حول حركة تحرير اليترية فالمداخلات والأسئلة تكون محصورة في هذا حتى نستطيع أن نلملم الموضوع ونفهمه فهم جيد وإلا إذا تخطينا إلى مراحل لاحقة قد نسبب النوع من الإرباك وعدم التجانس في الطرح أو في الفهم هذه الملاحظات الحبيت أسجلها بداية قبل ما أبدأ الموضوع والموضوع هو باختصار حركة تحرير إريترية التي بدأت سنة الثمانية وخمسين زي ما يقولوا يعني الغنى خش يعني حلو في خشم سيد يعني فالمرجع نقدر نعتمد عليه الآن في فهمنا لهذه الحركة لماذا قامت وكيف هو الشخص الذي أسسها وقادها منذ ثمانية وخمسين وحتى انتهاء سنة واحد وسبحين وهو المرحوم السيد محمد سعيد ناود محمد سعيد أصدر كتاب بعد التحرير في إريترية حول تاريخ الحركة ماذا قال في هذا الكتاب حول موضوع الحركة أولا لأنه كان عضو في الحزب الشيوعي السوداني فرع بورسودان وبحكم وجوده في فرع الحزب وكان الحزب جزء من جبهر معادية للاستعمار طبعا في ذلك الوقت ولهم نشاطات سياسية وجماهيرية وأحسى هو بواجب معدد تجاه شعب الإريتري رقم أنه يعني ما عايش في إريتريا لكن كان عايش في السودان ودرس في السودان لكن هذا الشعور ما تركه وبالتالي كان الهمدى يسكن على طول ففي فترة من الفترات في لحظة فارقة كما يقول طرح الموضوع في فرع الحزب الحزب الشيوعي في بورسودان أنه هو يريد أن يتفرق لقضية الإريترية ونضال الإريتري من أجل التحرير الفرع الحزب الشيوعي عارض هذه الفكرة لأن مسألة الإريتريا ما كان موجودة في الأجندة بتاع البرنامج الحزب هذا الخلاف استمر وتصاعد في النهاية هذا كله من الناس على لسانه وقاعد أروينا الكلام ده مش اجتهاد مني قال تغرر أن نرفع الخلاف هذا أو التباين في الرؤى من الفرع إلى قيادة الحزب يعني إلى الأمين العام للحزب الشيوعي وقتها كان عبدالخالق محجوب يعني وهناك بيقول تمت الموافقة على رأيه هو يعني انتصر رأيه على رأيه الحزب على رأيه الفرع وبالتالي مشى وأسسوا حركة تحرير بدأت بتأسيس القيادة في بور سودان ومشى بعدين أسمر كان في يعني عبارة عن مؤتمر انتقائي وما كان فيه انتخابات هنا لكن يعني انتقاء من بعض العناصر المشهود لها بالوطنية وبمواقفها تم التداعي لهذا المؤتمر وفعلا عقد مؤتمر تأسيسي في واحدة من البيوت السرية الوضع كان سري واستمرت الحركة في تشكيل يسمي في ذلك الوقت بالتشكيل السباعي أو محبر شعاتة يعني بمعنى خلايا من من سبعة أشخاص قبل ما أمشي قدام أحب يعني أرجع للوضع في إيريتريا كان كيف يعني إيريتريا بعد القرار الفيدرالي القوة الوطنية اللي كانت في الكتلة الاستقلالية شعرت بأنها هزمت طبعا مشروعة بتاع الاستقلال فشل لكن ما تخلت عن مشاعر الوطنية اطلاقا يعني بالعكس يعني كانت تفور وتشعر بها في كل الشوارع بتاع المدن الإيريتريا سواء كان في خارج حتى خارج إيريتريا كمان كان هذا الشعور الوطني موجود المسيحيين اللي كانوا في اندنت اكتشفوا انه يعني أخذوا مقلب كده ببساطة ان سيوبيا ما أوفد بوعودة وبالتالي يعني رجعوا لبحث البحث عن طريق آخر رجعوا يعني عن طريق معناها إيريتريين يعني حكاية السيوبيا دي خلاص صدموا فيها هذا الوضع كان مشتعل قامت مظاهرات عمالية في أسمراء قامت مظاهرات طلابية في أسمراء وكرن هذه ما حرك أي حزب سياسي كانت تلقائية وطنية من كل الفئات في هذا المناخ نشأت الحركة لذلك كان يعني عبارة عن إذا أشعلت على استقاب كما يقال في القيامة تلشتعل يعني وفعلا الحركة وجدت جو مهيئ صنعته الحركة الوطنية الإيريتريا ما ساعد على انتشار الحركة إنها القيادة كانت سرية ما في حد يعرفها طلاقا وين موجودة منهم ما في حد يعرف وأشعرتهم إن الناس اللي كانوا خلايا سباعين هم أصحاب التنظيم السياسي في كل واحد في مكان يعني يعني أنا استقربت بعد بعد التحرير قابلت بعض القيادات من أبناء كوس المسيحيين كانوا في جامعات دي سببا بيعتقد إنهم أسسوا حركة تحرير الإيريتريا عمرهم ما سمعوا بقيادة في بور سودان بيقول لك نحن أسسنا حركة تحرير قيادات موجودين بعضهم بعضهم توفي طيب ماذا كان الوضع الإقليمي والدولي مصر كانت دخلت حرب السويس والأمبراطور حاول أن يلعب دور ضد مصر في أن يدخل اللجنة اللي شكلوها اللي شراف على قناة السويس أو الوساطة مع مصر ومصر هددت طبعا وعملت رقم إزاعي وقنا عملوا صفقة مع أهل السلاس لكن موقفهم من أهل السلاس ما كان مريح الاتحاد السوفيتي كان طلع قوة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح ينافس الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أخذت قاعدة أمريكية في أسمراء لها القدرة على الإشراف على كل الاتصالات في المنطقة شرق أفريقيا والشرق الأوسط والسوفيتي ما عايزين المسألة دي فعايزين بأي تمن يعني خلع هذه القاعدة من المنطقة حسن الرواية دي اللي وردت في كتاب السيد محمد السعيد فيها صغرات يعني الأول واهلة وقت نسمعها ما بعرف أنا يعني وقتها صراحة كنت بدرس في بورسلان السانوية وبعرف كثير من الوقاعي والمشاهد العملية قدامي حصلت ومتابع أيضا أخبار المنطقة السياسية فبدأت أفكر في الرواية في يعني الحركة دي كيف تأسست عشان رضح الصورة ليه يعني أنا كنت أتشكك في هذه الرواية لو جينا بعدين معليش هنقل نموذج من جبهة التحرير حامد عواتب قد طلع كان عمره فوق الأربعين سما رجل يعني منطق المنطقة العروف مشهود ليه ومواقفه علاقاته الاجتماعية وماخد تدريق دورات أمنية رجل يعني مقاتل حروف يعني ومشار إليه بالبنان إذن ما كان قريبه شخص زيدي يطلع ويقود كفاح مسلح في القاهرة الدائرة الثانية بتاع الجبهة وقد بدأت كان هناك دريس محمد آدم رئيس البرلمان الإيرتري معناها أعلى منصب تشريع في البلد عارفوا البلد وتركيبتها وكل حاجة ومعاه الطلاب كلهم في مستوى جامعة وقلهم في المدرسة الثانوية أنا وقد شفت الحركة يعني بس خلونا مقارنة تاريخية غيادة الحركة مسعدها لحسب كلامه وحسب تسجيله في الكتاب مولود سنة 38 1938 يعني الحركة 58 معناها عمره 20 سنة كان معناها فكر في التنظيم تا 18-19 سنة بعدين أنا كنت موجوده أشقال كان في التنقراف الإنجليزي هو درس المرحلة المتوسطة في بورسلون الناس الحاولوا في القيادة كلهم عرفهم شخصيا يعني كل جمعة أنا كنت أطلع من الداخلية وكنا نقيل سوا وبالاسم عرفهم وبعلاقات التماعية ما كانوا أفضل من حمس سعيد في المستوى طيب يعني ما زي ما يقول المسألة كده ما ركبة راسي أنا وبعدين ما يعرف إيرتريا يعني ما فيهم واحد عاش جيو إيرتريا كمان شان نقول يعني لكن ممكن كان يمشي بين حين وآخر فترات متباعدة أنا ما مقتنعت صراحة بالرواية دي يعني أو بالمفهوم ده لتأسيس الحركة لكن كنت أفتش على قرائن وأدلة كده تقنعني وتجزم أو تؤكد يعني ما ذهبت إليه المسألة اللي خلتني فعلا بعدين أتأكد وتزيد من شكوكي موقف الحزب الشيوعي السوداني أنا في السودان ما كنت ما كنت يعني حضر في أي حزب لكن كنت طالع على أدبيات الحزب الشيوعي الأخوان المسلمين كل القوى السياسية اللي كانت تنشر بقرأ ليها كنت فبعرف يعني أدبيات الحزب الشيوعي السوداني وبعرف لائحة الداخلية حتى وخشفت اللائحة الداخلية بتاع الحركة يعني إذا ما أقول تطابق تشابه عجيب يعني بين الاثنين بس بدل سودان إريتري يعني ما عليش قلت يمكن نوع من يعني حمار السعيد باعتبار عضو حزب الشيوعي ثقافته هي دي وتعليمه فلا بد أن يتأثر يعني ممكن هذا المنطق يكون لكن بعدين استمر الوضع في موقف الحزب الشيوعي قدر ما وقت قامت جوة التحرير الأريتريا وقيادات الجفة تحاول تجتمع الحزب الشيوعي والحزب الشيوعي رفض رفض تام أن يتنازل من الحركة بالعقس يحاول دائما الجفة يقول لهم أن تنضموا للحركة ما يريد أن أفهم الموقف يعني بس بعدين الناس كانوا يفاوض من الجفة في إدريس حمد آدم إسمان سبي إدريس قرائدوس الزين ياسين يعني ناس في مستوياتهم ومعلوماتهم بالتأكيد يعني يقدروا لكن الحزب الشيوعي كان مصر على الحركة يعني حتى بعد ما تراجعت الحركة جماهيريا وإعلاميا والآخرين برضو تمسك بها مش كده وبس يعني حصل موقف قريب يعني سنة خمسة وستين الجبة كانت تجيب أسلحة من سوريا من العراق وكده عبر البحر وفي شحنة كانت شحنة أسلحة بالمراكب كان مشرف عليها رمضان قبري وتم دفنها في منطقة بالقرب من سواكن بعد أسبوعين أو كده رسل طبعا جبهة رسل لقوة قوة حماية قوة نقل يعني للمنطقة يعني وبالفعل مشت القوة للأسف ما وجدت الأسلحة اختفت فقيادة الجبهة وقاطها كان شهيد اسمها موجود في كسلة هو حضر المجلس الأعلى يعني تقرر أن الناس تستر الخبر يعني لأن جبهة أسلحة تضيع وكده شوية من ناحية معنوية ما كانت ملائمة بعد أقل من شهر من هذا الحادث طلعت مجموعة باسم حركة تحرير إريتريا بسلاحة في الساحل في منطقة اسمها مالسعدة بالتأكيد قيادة الجبهة تلقائيا توصلت إلى أن هذه الأسلحة هي أسلحة الجبهة أنا وقتها كنت عضو في القيادة الثورية واجتمعنا في كسلة مع الشهيد عثمان سبه وأسطر قرار مباشر قال لا بد من تصفية العناصر واسترداد الأسلحة بتاع التنظيم وبالفعل تم تصفية المجموعة والأسلحة تم سلاع عليها تم تصويرها والصور رسلوها للقيادة الثورية في كسلة اجتمعنا مرة تانية ونادينا رمضان قبره وعرضنا عليه الصور المفاجئة كانت أنه قال هذه ليس أسلحة الجبهة وبالفعل يعني الناس احتارت طيب من سرق الأسلحة بتاع الجبهة لكن السؤال الأهم كان حركة جابة الأسلحة من وين إذا هي ما أخذت أسلحة الجبهة المهم تم الاتفاق أنه ما يطلع الخبر شهيد سبق قال سيظل الموضوع كما كان أنه الجبهة قامت بالحملية لاسترداد أسلحاتها يعني لكن احنا تتبعنا وتغصينا مصادر التسليح للحركة فاكتشفنا أن الأسلحة جات من جنوب السودان اشتراها الحزب الشيوعي السوداني وكانت مفاجأة غريبة يعني ده يرجعنا يعني لبرنامج الحركة الحركة في أصل لا في أدبيات ولا في لوائح لأن أصل ما قالت كفاح مسلح ما زكرت حتى الوسيلة لكن وقت الناس كانت مستعدة تلقائيا كان يقول حاجة نعمل انقلاب البوليس أصلا مسلح يعني انقلاب داخلي أو الطرق السلمية كان يقول في البداية وبعدين قالوا بالانقلاب من خلال الشرطة لكن وقت الجبهة أخذت المواقع الميدانية والناس التلف حوله دخلت المنافسة لانتزاع للقواعد يعني ما كانت تؤمن بالكفاح المسلح حصلا والأسف الناس اطلعوهم عرفهم أنا جزء منهم خسارة يعني ما كانوا مدربين ولا شبه مدنين لكن كانت تحاول إثبات وجودها طبعا الرواية دي أنا بقراها بالعكس الرواية 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 الأخ الحمد السعيد في كتابه بمعنى بتاع الحزب الشيوعي وهذا من معرفتي زي ما قلت للحزب الشيوعي السوداني ونظامه وكده أنا ما أؤمن ولا أعتقد أنه عضو عادي في فرع عادي بورسودان يعني من الفروع العادية كان في الحزب الشيوعي الفروع الرئيسية كانت عطبرة وخرطوم ومدروان فعضو في فرع عادي إذا عادي يستقيل ويمشي يعني بلد يناضل ما في زول يمنعه يعني يقدم استغالته ما بعرف أنا إيه الخلافة اللي عملوا مع الفرع عشان يصعد لما الأمين العام ومين الأمين العام وقتها الناس اللي ما تعرف عبدالخالق محجوب ده وزراء سوداني كان ينتظروا أيام عشان ياخدوا موعد معاه يعني فبامح أقول عضو عادي يعني يقدر يقابل عبدالخالق كده بقضية فرعية في بورسوزان أنا الروايدي ما مقنعة بالنسبة فأعتقد الحصل هو العكس كيف زي ما قلنا السوفيت كان وضعهم شنو أحدافهم عادي يزحزحوا الأرض من تحت هالسلاس لفك الارتباط مع أمريكا وتفكيك القياد أو القاعدة العسكرية في أسمراء فأعتمد طبعا على الحزب الشيوعي السوداني حليفه وأكثر حزب يمكن من حزاب الشيوعية العربية قريب كام من السوفيت إنه ينظموا حركة إريترية جماهيرية لهذا القرض ومصر طبعا أصبحت حليفة للسوفيت أيضا يستخدموها في هذا الاتجاه لأن مصر أصلا عندها مشكلة مع السيوبيا فاللي حصل إنه القيادة بتاع الحزب الشيوع هي لاستدعت حمد السعيد لسبب هو ما كان يحرف لأنه راصدين هما فوز يعني في فروع وكذا فنادوه في نائل وقابل عضو مكتب سياسي اسمه محمد سليمان و قالوا له هذا أنا حس الآن لا أجزب إذا كان هما وروا حمد سعيد مخطط كان شنو مخطط السوفيت لكن حمد سعيد كمان ما وضح المسألة دي وما أعتقد يمكن وما ضروري كان يوروه يعني لأنه كان عارفين الوضع فيه داخل الريتفيا يقلي وكذا متابعين المظاهرات والضرابات ففي في جو المصر دورها كان فعلا حمد سعيد وكذار مصر قدموه لليبيا مملكة ليبيا وقدمو له بسعادات مالية في ذلك الوقت يعني ما ما كان اللي يعرف أي حاجة عن حركة ولكن بوساطة مصرية قدروا يقدم هنا أيضا جندوا بعض الناس للحركة أو زي والداب والدماريام اللي كان موجود في القاهرة يعني فالمصريين كان برضو يشكلوا نوع من الحماية اللي ارتيجوا لتحالفهم مع السوفيت القيادة اللي شكلت في بورسودان زي ما قلت أنا بعرفهم بواحد القيادة محلية وكلهم يعني عشان للتاريخ كمان وكلهم مسلمين وكلهم من القليم تقريبا واحد يعني المسيحين الارتريا ما كان يعرفوا القيادة دي ولو عرفوها ما اعتقد كان يتجندوا عشان يكون راضحين وصادقين مع انفسنا لا يمكن كان يقبل عشان كده أنا قلت قد قابلت الناس دي كان يعتقد انهم اسسوا حركة التحرير ما ما سمع بها زي قيادة بورسودان دي طيب الحركة فعلا انتشرت زي ما قلنا اللتيجة لزروف الموضوعية اللي كانت تساعدها في داخل الارتريا ناس جاهزة عايزة تسجند لحقيقة طالت المسألة الـ 59 60 وانا ما في حاجة وكل يوم يقول لهم في النهاية يقول لهم ايو خلاص دخلنا الاسلحة دخلوا رشاش واحد يلفوا به من نقفة لكرا لكرا عشان يورروا الناس السلاح يعني يفرت كل القطع ويورروا في اجتماعات الشعب الارتريا كان واعي خاصة معظم المجندين كانوا بوليس ونهاية شافوا الشغلة ما ما صحيح يعني رصاصة الرحمة زي ما يقول للناس جاءت عن طريق حامد عواتي اليوم اللي طلع حامد عواتي كل شعب الارتريا في الداخل لفة من الحركة بدون انزار بدون اي حاجة وهذه القصة انا حيشتها من كنت زي ما قلت وادرس في بورسودان في الاجازة المدرسية قررت ارجع الارتريا طبعا من قريتي واخدت رسالة من القيادة بتاع الحركة قلت لمعاز اعرف ناس الحركة من هناك يعني ومشيت فعلا كان في واحد منذوب في كسلة شيخ شريف اسمه ودخلنا القرية علي قدر قريتي وعرف طبعا الشخص قدوني ليه رسالة انت رفطني بها علاقة اجتماعية وقلت ليه وانا جاي برسالة وكده وين الناس الحركة قلت ليه والله قال ليه ما في حركة قير انا قال لي في القرية كلها ليه قلت ليه كلها مع عواتي وقتها ما كان جب التحرير عشان يقول جب التحرير مشيت اسمرة قلت هناك قابلت مناضل سيد احمد عمد هاشم يعني طال الله في عمره كان قارج من سجل وقال لي انا حاولت انا يقش وقنعه بالحركة قال لي حركة شنو قال لي يا خذاج طال حسا شايل السلاح وما عنده لا حماية ولا مؤن ولا نعلق لساعدو بي حاجة لو انت ناس عزام من اجل تحرير اريتريا الصراحة ما لقيت حركة يعني في اريتريا رجعت بورسودان والتقيت بالقيادة وقدمت تقرير قلت لي والله حركة ما موجودة داخل اريتريا الناس كلها مع عواته في زي انت صحيح يعني جادين في مسألة التحرير دي يعني لازم تتصل بعواته وتصلوا معاه الى رؤية مشتركة واتفاق الرد المباشر الرداه والاخ حم السعيد اذكره حتى اليوم قال اولا حامد عواته طلع بدون اذننا وبدون تخطيط وافسد علينا تخطيطاتنا و على كل حال حنتصل به ونعالج امره هذا الكلام العام كيف يعالج امره وايش الافسده انا الحقيقة ما ما دخلت في تفاصيل لكن بعدين عرفت عن طريق اخ مرحوم طاهر ابراهين فداب كان عضو في الحركة نشط في غورسوزان ايضا كان مدرس في دين في مدرسة كامبوني و مشى اريتريا بمهمة محددة من قيادة الحركة وهي الاتصال بحامد عواته ويقناعه بترك الكفاح المسلح و ازهاب الى القاهرة كلاجئ سياسي وتم الترتيب بين الحزب ومصر هذا الشخص فعلا ما شهد سني ولسوء حظه نزل في بيت ضابط البوليس في المنطقة كان عنده علاقة اجتماعية اعتقد انه يحميه لكن ضابط البوليس كان ولاو لسيوفي اكتر من ولاو اهله فا اكتشفه وسجنه وفشلت المهمة هذا ما رواه في وقت لاحق طبعا طاهر فداب وفشلت المهمة والحركة فعلا زي ما قلت تراجعت بصورة كبيرة والجبهة وقد بدأت وفد وفد جبهة برأس تدريس حمد آدم من القاهرة مشه بورسوزان شايتفاوض مع الحركة شان يصلوا الى حل يعني ورفضت الحركة زي ما قلت رفضت اطلاقا اي مساومة او لقاء وكده يعني وسط وكانت تقول لهم لا لانه تشعر كأنه القرار النهائي ما في يدهم هم شايفين ما عندهم جماهير ما عندهم ارضية ولكن التمسك بالنهج او بالرؤية لانه يخاف هم الجبهة كحركة مسلحة قد يكون عندها يعني تطلعات او ارتباطات ما لا يمكن السيطرة عليها فعشان كده الحزب الشيوعي رفض من البداية تأييدة يعني وكذلك الاتحاد السوفيتي يعني مصر طبعا حاولت كلاجئين تتعامل مع الناس اللي جوا اليها لكن ما كانت داخلة في تفاصيل هذه العلاقات يعني نرجع ونقول الحركة الشعب الارتري اللي اتجند فيها كان يبحث عن حرية تامة تحرير كل الارتري لا عنده علم بمخطط سوفيتي ولا حزب الشيوعي السوداني قيادة الحركة اللي هي في بورسودان بالتحديد برئاسة الأخ مسعيد ناود أنا زي ما قلت لا هو وضح في كتابه كان يعرف بالمخطط السوفيتي بتاع الحزب الشيوعي او ما كان يعرف لكن في نقاشاتهم في ناعي كان يطبح بس ممارساتهم العملية خاصة من جبهة التحرير كان رفض كامل للكفاح المسلح يعني من واحد وستين حتى واحد وسبعين عشر سنوات كان عندهم موقف من الجبهة ومن شيء اسمه كفاح مسلح بعد الانشقاق الحصل يعني في جبهة التحرير وطلعت قوات التحرير الشعبية الاخر مسعيد ناود اصدر بيان يعلم فيه حل حركة تحرير الريتريا وانضم الى قوات تحرير هذه كانت النهاية الرسمية لحركة تحرير الريتريا السؤال ليه انتشرت حركة تحرير الريتريا في البداية من 58 لحد يعني واحد وسبتين انا اعتقد اولا اه الجو الموضوع او ظروف الموضوعية اللي كانت السايدة في الريتريا الناس كانت حيزة حرية وبالفعل يعني الصدمة اللي قوها الابناء المرتفعات الريتريا في اسيوبيا جعلتهم يبحثوا مع المسلمين الريتريين عن بديل او عن طريق عشان كده دخلوا الحركة ايضا يعني في عام ستين واحد ستين كان التجنيد وصل قمة في الموظفين والبوليس الريتري ووقعت القوائم دي في يد سرات كاسا في اختها من موسر الامبراطور ورفضوا نشرها لانه قالوا لو نشرنا دي فضيحة معناها البلد كلها ضدنا ذالي يعني استسطروا عليها فعلا لا اسباب سياسية لكن اكتشفوا انه فعلا هم واقفين على ارض مهزوزة يعني زي ما قلت هذا عامل موضوعي كان فيه عامل ذاتي كان فيه ناس يعني اشخاص اشخاص زي ياسين عقدة زي صالح زي عمر حاج دريز يعني هذه في المناطق اللقل اللي عرف انا يعني فعلا قدروا هنا يعني وفي اسبر الناس محمد برهان حسن ناس خيار بيان يعني فعلا شخصيات قدروا يعني يخلقوا قاع قواعد يعني علاقاتهم الاجتماعية واسعة اما قيادة الحركة للأسف ما كان عندها العلاقة المباشرة مع الجماهير ولا التواصل ولا ما يعني حتى يعني انا من الاشياء بعد التحرير وبعد تقريبا قفلة هذه الصفحة قريت ثلاثة كتب حول الحركة واحد الكتاب ده بتاع اخ حمد سعيد وجاء نظره معروفة كتابة تاني طلع طاهر ابراهيم فداب وهو فيه كل الوسائق بتاع الحركة من اللوائح البيانات اللي كان يطلعو وهنا وهو قال يعني قال اصلا السبب الرئيس اللي فشل الحركة هو ان قيادة الحركة ما كان متفرقة وفعلا ظاهرة قريبة يعني انا بعرفهم زي ما قلت واحد واحد كلهم كان يشتغل فول يواصل اللي يكون في جهتان شقال في الموضوع يعني فواحد ده واحد من اسباب الفشل يعني السبب التاني هذا موضوح الرؤية بالضبط عايزين كيف يحرر الريتريا يقول لك طريق سلمي وانقلاب طريق شرطة واشياء وهمية يعني سبت انها ما صحيح يعني لانه بدليل يقيل كل مرة لمنافسة الجبهة مرة يطلع قوة مسلحة مرة يقول لك مفاوضات وين فما كان في شفافية في الطرح وتقل وسالسا زي ما قلت خروج القائد عواته انهى كل شي خلاص يعني بيان بالعمل هذا هو الطريق لليوم فما كان في مجال البحث عن وسيلة جديدة وغير يعني ف انا اعتقد مع ذلك ما هو انجازات الحركة او او الاجابيات الممكن نسجل لها اول ايجابية هي حافظت على الروح الوطنية اللي ورسناها من الحركة الوطنية الاريترية لما قلت الحركة الوطنية بعد الفيدريشن ما كانت ما زالت تشتعل في تحت يعني في القواعد ومشاعر موجودة الحركة يعني ايقظت هذه المشاعر او نظمتها ووجهتها نحو التحريف بقدر نظر عن المشاريع واللي هو فعلا افاد الثورة المسلحة جزء كبير من الناس اللي ومشوا بعدين للجبهة واتجندوا مع عوات يعني فهذه ايجابية تحسب لها بالتأكيد يعني ايجابية الثانية يعني كانت نموذج لتعايش هذا الشعب ومقوناته الاجتماعية يعني الحركة زي ما قلت ضمت في تركيبات في خلاياها مسيحيين ومسلمين صحيح المسلمين ما كان يعرفوا من هي القيادة ولا المسلمين كان يعرفوا الحقيقة لكن وده يمكن من فوائد القيادة السرية لكن بالتأكيد عندها ايضا سلبيات يعني فمشوا مع بعض مسافة يعني بعد ذاك امور موضوع تاني في الجبهة نشوفه حصل كيف لكن بنسبة للحركة هذه الدروس في اعتقادي لنقدر نستنتج او نستنبط من تجربتها هما في النهاية ناس مناضلين اريتريين حاولوا واتهدوا ويكفيهم اجر يعني الاتهاد وحتى لو ما وصلوا الى قاياتهم النهائية يعني بذلك المشروع يعني زي ما قلت انا الشواهد او الادلة في العمل السياسي صعب ان تتلقى وسائق لكن اتمنى انا هذه مصيحة ودير الاشياء العايزان من الشباب بالذات او اي مجموعة تهتم بالبحث والتنقيب عنها تاريخنا اذا في امكانية يمشي موسكو وانه الارشيف بتاع الحزب الشيوع السوفيتي مفتوح مرت عليه وخمسين سنة ويطلع على فصل العلاقة بين الحزب الشيوع السوفيتي والحزب الشيوع السوداني بالتحديد في الفترة بين سبعة وخمسين وتسعة وخمسين وربما اقول ربما يلقى بعض الشواهد بعض الوسائق اللي تساعد على فهم ما كان قامضا علينا او خافر علينا و شكرا يعني جزيلا مرة اخرى وانا يسرني ان اسمع واتعلم منكم من له فعلا شيء يضاف او يفسر بعض الالقاز اللي كانت تواجهنا ولكننا كلها في اطار انها تجرو ايرتريا نفتخر بها ونتعلم منها وارجو ان نقضي يعني امسية جميلة وهو سؤال هنا انا طلعت المعارك التي دارت بين الجبه والحركة هي معركة واحدة فيما اتساعد المجموعة المجموعة ما كانت اكتر من كم عشرين بعضهم اسر ما كلهم ايضا استشهد بعد ذات ما ما كان في معارك بين جبه وحركة اصلا حركة ما طلعت السلاح شكرا جزيلا وانا نتمنى انه نقضي امسية حكاية صفيناهم دي وصفونا طبعا دي من سلبيات السورة كالكل محسوبة حنجيها في مراحل لاحقة لكن ارجو انه يعني نناقش بفهم وامق وبحث جدي عن الحقيقة مش يعني تسجيل نقاط زي ما يقولوا نحاول نبحث مع بعض عن الحقيقة وشكرا جزيلا برا البالو جيت ما عارف على كل شكرا جزيلا السيد عمر اتمنى برضو انه مرة اخرى تقوى الحضور بانه حقيقة يجب ان تكون المداخلة في ما سرد يعني انا الاشياء الجانبية وهنا من حاجة انسان انه يشكر ويقدم تحية ويقدم تحية الحضور ويقدم تحية لأستاذ عمر جايبر لا حرج بذلك لكن يجب ان يقل في الموضوع طوال يعني انه في بصر حركة التحرير الاريتريا فالمسائل الجانبية صراحة غير انه بالسوق للخلف ما قاعد تقدم لذي يعني فيجب ان ارتغي لمسألة الحوار فالان احنا طرحنا موضوع فالتنويه الكثير صراحة غير حميد في حقا وفي حق الحضور يعني بشكل عام فلذلك انوه يعني ان احنا تكلمنا عن حركة تحرير الاريتريا فيجب ان يكون التساؤل في هذا الاطار فالتحية لكم جميعا والأخ بريمان لك التحية ولك الماي شكرا جزيلا لو صوت نسمع وروني بالليس بصوت والله التحية لأستاذ عمر جابر تحية كبيرة جدا وتقديمه للحركة في هذه الامسية وفي دقائق محدودة يمكن ينجز تاريخها إيجاز غير مخل وحقيقة كل ما حصل في البدايات سواء بالنسبة للحركة أو حتى الرابطة الإسلامية في كثير من الأشياء يعني قامضة لأنه الثقافة ثقافتنا أصبح الثقافة الشفهية والتدوين قليل جدا ولذلك كل من يسعى إلى قراءة التاريخ بشكل دقيق ويحاول يكون منصف يعاني كثير يعني أنا شخصيا برضو كنت محظوظ أنه التقيت كثير بمناظرة كبيرة أستاذ محمد سيد ناود وقال وقال معه في ظروف فتيرة واتناقشت معه وجريت ما تم من حوارات معه على قلتها قبل كتاب الكبير ذات وكان كل مرة يقول أنه سيكتب كتاب ويقول كل الحقائق وأنا شخصيا كان بقول لي الكلام لكن كتاب لما طلع قريته وقريته كمان كتاب مرحوم طاهر فداب وأيضا كتاب خياء حسن خياء حسن بيان الكتب التلاتة ما قدم أسئلة مخصرية أو أجوبة للأسئلة الكبيرة ظلت عالقة في أزهان في أزهان المتابع لهذه البدايات بشكل دقيق وأصبحت كلها يعني كل من السائل يعني الحركة دي قام مثلا 58 وأسس محمد سيد ناود الجهات لا بد أن هناك جهات أخرى يعني هي أسهمت في خلق هذا الجسد أنه الحركة حقيقة انتشرت فعلا زي ما عرفنا في كل مدينة السودان في الفترة ذي وكان بتختار يعني مثلا القيادات الخلية المعينة في أي مدينة مثلا في الجبار كان أيضا موظفين وناس متعلمين في الخرطوم غيرها غيرها وانتشرت لكن السيد عمر جابر فعلا أجاب إجابات يعني أنا أعتقد مقنعة في علاقة الحزب الشعوري السوداني ببدايات وإنه إلى حد بعيد محمد السيد ناود هو كان الواجهة لكن كان في مقطط آخر من الحزب الشعوري السوداني ومربوط بأجندة يعني إغليمية سواء المصر أو الاتحاد السوفية لذلك الكلام لحد بعيد مقنع و لأي يباحث عن التاريخ لكن تظل نقاط كثيرة عالقة يعني العايز يبحث عنها بدقة لا بد أنه يبزل جهد كبير ويحاول يوسع عدم التوسيق بذات ويقود نا ولو أن الأمسية مخصصة للحركة لكن برضو رفضا معاها نفس الكلام نلقاه في تأسيس الرابطة يعني أنا على قدر ما قعدت مع بعض الناس العاصر والفترة دي كنت ناكش معاهم هم يقولوا بعد يعني اتماع بيت جربيس المشهور سنة ستة واربعين ونهاية ستة واربعين في هذا الاتماع الناس على الأجل أنا حاورتهم وقعدت بعاهم ويسألتهم بدقة اللي هو الأستاذ الله يرحبو سيد عثمان محمد حيوتي وده كان منذوب الرابطة في مصوع وبعد اكتيار الشهيد كبير هو المشهر الأمم المتحدة مع الزعيل إبراهيم شلطان وشعبت إنه قدرت أقابله بعد التحرير وأتناقش معاه كثير وأيضا شخص آخر كان أزماج محمود مرحسين وده كان ناشط في الرابطة وكان في جديدتهم صوت الرابطة الإسلامية في أسمرق أيضا وجدته وتناقشت معاه كثير والاثنين أكدوا إنهما لما مشوا اجتماع بيت جرقيس فوجئوا بالنوايا الانضمامية لكثير من النخب في المتفعات وبيقولهم فجأة جاتهم دعوة من كرن لحضور الاجتماع التأسيس إلى الرابطة حتى هما بيقولوا ما كانوا مشاركين في فكرة التأسيس والبدايات ولذلك تظل هنا أيضا نقاط عائمة في من أسس هذه الرابطة هل أسسها برضو بنفس القدر الملاغنة في انتداد اليوم في أريد لي وكله فدي بسا النقاط التي تحتاج إلى بحث أيضا بنفس التحليل المنطقي فاتشنا عن الأحزاب الوطنية أو الحزب الوطن في أريد رياضي معناه هل هو فعلا حزب حب الوطن أو جمعية حب الوطن محضر فقر حجل ولا هو الرابطة الإسلامية كما أنا أعتقد أؤمن لأن كل المعطيات بتقول أنه جمعية حب الوطن أو تحولت إلى حزب الانضمام إلى إسريبيا أو البحية مع إسريبيا وكانت الكلمة يعني حب الوطن هذا الوطن كان هلامي وكان المقصود بحب إسريبيا وليس أليت لي كما أكدوا أيضا كثير من الناس أتأكد لي أنه التاريخ الآن يكتب بواسطة العرابي تعجبها الشعبية والذي أصدروه مثلا على شك كتاب ألم سجد وقيره في اعتماد على روايات لأشخاص معينين تنسجن مع رؤاهم لكن أبدا ما في مساحة في هذه الكتيبات الصدرة لآراء أخرى تنارؤهم يعني فذكل في النهاية بيقودنا يعني نحن ما ننتقص من قدر من كتبه أي أن كانت نواياهم لكن ذكل يقودنا إلى أنه لا بد أن نوسق إذا أريدنا أن نؤسس لتاريخ حقيقي ودقيق وأنا أعتقد الأستاذ أمر جابر في هذه الأمسية كان رائع في طرحه وقدر يختصر لينا ويختزر لينا تجربة سرية وهم جدا وبشكل موضوع كبير لا يسعني إلا أن أشكره وأشد على عيده في أنه يحاول أن يبحث ويكتب وأيضا الآخرين لأنهم قدرة في أن يبحثوا ويبعدوا عن الحلول الجاهزة ويحاول أن يحدد لحد ما نصب إلى الحقيقة التي في أبالة كل مؤمن شكرا لكم جميعا وشكرا مجددا للأستاذ أن أرجعب على هذه الأمسية الطيبة شكرا 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 جزيلا أستاذ فيريمان لك التحية ولك التقدير وشكرا لكل الحضور الآن ممكن قبل ما نأخذ سيد عمر جابر راح بأيضا نذكر ونويها بأن هناك أمسية تقييمية للحراكة الشبابي الأريتري وذلك في يوم السبت 22 من هذا الشهر 12 وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت برلين فبالتأكيد بمشاركاتكم وفضوركم وإسهاماتكم فمن خلالها نستطيع أن نغرب بين وجهات النظر وأن نسعى بشكل جاد إلى عملية التغيير فلكم التحية والتغيير مرة أخرى الأستاذ عمر جابر يالي تأخذ المائك تعقب على كلام الأستاذ فريمان والأخ أحمد ونسمى نأخذ الأخ عالم أستاذ عمر جابر لو سأخذ المائك أيها شكرا شكرا جزيلا أولا أشكر الأخ اللي حاول هو صحيح ما هو صحيح يعني أنا مات يعني مات بالأخ والأب كلها يعني تسميات بتاع أنا يعني تشعرك أنك قريب من الإنسان اللي يطلقها فلا قضادة في ذلك يا أخ يعني وأشكرك جزيلا على كل حال بالنسبة للمداخلة التانية هي فعلا أشكر الأخ فعلا على هذه المداخلة الجميلة واللي فعلا ده الهدف بتاعنا كلنا من هذه الأمسيات والتحليلات والإتهادات حزين نصر للحقيقة يعني يعني بس يكون عندنا سعة الصدر والعفق لأننا نتقبل أي رأي لأنه إذا قام ما شئنا ب زي ما يقول يعني حاجة مصبوبة فينا وما نقدر نناقش ولا نقدر نسمع وبالتالي ما نتحاور يعني فالموضوع حتى بتاع الرابطة ذكروا الأخ هو حقيقة يعني فيه وعيادة أجنبية طبعا لكن ده ما وقتها الآن ولا هو موضوعنا بمعنى إنه ما في حاجة كده في كونتينر مقفول تقدر أنت تصنعها وحولك ما يعرفها ولا ليكون له فيها دور يعني بالذات في حركة سياسية تشمل الوطن كل يعني فأتمنى يعني إنه الأخوان بهذه الروح بهذه الناية نناقش ونحاول أن نقلب بعدين بالنسبة للأخوان العزيني نناقش في موضوع التصفيات ما تصفيات يعني ما في مشكلة ممكن نناقشها في مرحلة الجبهة وهي أوسع وأكتر يعني هذه بالنسبة للحركة حصلت زي ما قلت معركة واحدة وأنا تقييم ما كان صحيح يعني لكن وكتبت الكلام ده عشان ما يقول الآن كتبته كتبته من سنوات طويلة يعني من ضمن أخطاء الجبهة كانت لكن الجبهة كانت في موقف بتاع دفاع عن النفس كما فيها يعني أسلحاتها مسلوغة وكده دهو حركها يعني فالمهم يعني كل شيء قابل للحوار من خلال الفهم أو الرقبة في الوصول إلى رؤية مشتركة وأشكر الأخ يعني فعلا على تحليلاته يعني اللي ساعدتني كتير فيه شكرا حرفا اسمه الضابط اللي اللي اعتقل طاهر فدافيت اسمه عبدالقادر ضابط عبدالقادر اسمه هو كان مسؤول الأول عن الشرطة في تسيني شكرا 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 جزيلا السيد عمر حقيقة اللي تقريبا كان رفع عده وردقان فإذا لكم تساؤلات عندكم مداخلة فمن حقكم الآن المساحة لكم فبرضو نوي في بعض الأسئلة الآن أيضا ناحية الأخوة بيسأل عن اسم الضابط وأستاذ عمر جابع علو فلو في أي إشكالية أيضا في المائكة أو إنسان عند أي مشكلة في أنه لا يستطيع أن يتحدث فإذا كان السؤال سؤال في نفس الموضوع فأعتقد لا حرج فلذلك لا يشكال لها في أن الواحد يمكن نوجيه سؤال كتابة إذا لو أي ظرف من الظروف يمنع من أن يتحدث في المائك فلكن لا بد أن يكون السؤال في تلك المرحلة هي المرحلة التي تحدث فيها السؤال عمر جابر للأخي عادي لا قابل عليك شنب نزل إيدك ثاني فأديك المائك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله جابر شكرا لعمنا أستاذنا الكبير عمر جابر على هذه الإضافات و ما أحوجنا عليها والله نحن شباب صراحة ما نعرف الكثير وأنا عن نفسي الموضوع ده أول مرة أسمع عنها لكن لدعاني لأرفع يدي ما لك ترت علم وخفائها أو شيء من هذا القبيل لكن لحظت من خلال الكلام لحظت أشياء كده هي اللي خلتني أرفع يدي أول شيء كالمثل السؤال اللي سألت عنه في التكس هو مسألة تصفيات وانت بررت عنه وجاوتها قلت نجاوب عنها في بعدين وكانت في مرحلة الجفة أكثر لا هذي أول تصفية تقريبا كيف صدر القرار بالتصفية وهل كان التصفية التصدر كده بس وبعدين قلت أنه السلاح طلع ماه نفس السلاح والآن برضو قبل شوية قلت الأسلحة كانت دفاع عن نفس يعني سلاحتنا مسروقة وهذا دفاع النفس يعني دفاع النفس ما دفاع النفس المهم ما علينا وده ما الموضوع اللي أنا أساسا يعني ذا في يدي عشان المعلومات التاريخية كلها ما عندنا شك فيها ولكن السنتاجات الكلام القال هو السنتاج يعني قلت أستاذ عمر أنا ما صراح السنتاج لم تعجبني يعني ولحظ تناقض واضح في كلامك تناقض في نقطة واحدة عشان ما أطوي الكلام أنا سجلت أشياء كثيرة لكن النقطة الوحدة أذكر عليك قلت في البداية أنه الحركة كانت أشياء مجموعة محلية من أشخاص محليين لا يعرفهم باقي الإيرترين وتحديدا حددت المسيحين لا يعرفونهم وفي نهاية الموضوع لما حاولت تتكلم عن إيجابيات قلت أنه كان من إيجابيات وإنه كان فيها كان من سمات تعايش فهذا تناقض كبير هناك قلت ما عنده ما يعرفون الطرف الآخر ما يعرفون ولا سمع بهم وثاني مرة قلت كان فيها من إيجابيات كان في تعايش هذا ما لاحظته من تناقض بالإضافة لذلك أحسست من كلامك أنه الجبهة والحركة أنا فما أعرف كثير عن حركة وللجبهة لكن تخيم كلاما اللي اسمعته منك تتكلم عن أنه عرفت أنه في أنتو الجبهة وفي هذه الحركة شيء آخر لكم أو خصم لكم زي ما هو اليوم عندنا ستين ألف معارضة كلهم ضد بعض في غير معترك الحصل قلت أنت في النهاية فشلت وما وصل لمبتغام ومين لوصل لمبتغام ما حتى جبهة تحرين ما وصلت مبتغام أو حتى جبهة الشعبية اللي تقول حدث البلد برضو ما نعتبر ها وصلت مبتغام لأن ما جاب التحريص فما أدري بأي مقاييس وأي طريقة أتكلم لكم الشكر وآسف على الإطالة شكرا 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 علي لك التحية لنوي هنا سيد عمر جابر في بداية الحديث وتحدث أنه في وغاية تاريخية يعتقد أنه وغاية ثابتة وللكل وما تحتاج لأي لكن مع هذه الوغاية هو يجب أن بعض الاستنتاجات الشخصية أو الجهد الشخصي أو الغراءات الشخصية فلذلك من حقك أنك إذا لك أي استنتاج آخر أو لك أي وجهة نظر آخر ونشكرك المداخل على كل حال ونحن الآن نترك المساحة لأستاذ عمر جابر شكرا جزيلا والله أنا أشكر الأخ أنا يريت يعني بهذه الموضوعية نحاول نناقش وده الهدف في النهاية وكررت أكثر مرة أنا لا أملك الحقيقة الوحدي نبحث عنها مع بعض بس ما أبع أحيانا المتابعة يمكن ما تكون دقيقة لما قلت أنا في البداية وانتهيت في النهاية يعني أنا وسأل أنه وقت أقول من إجابيات الحركة أنها كانت جندت المسيحيين والمسلمين لأنه في ظروف موضوعية قلت ظروف موضوعية قلت المسيحيين صدموا في إسيوبيا ووعودها وبالتالي بحثوا عن طريق آخر كانوا جاهزين نفس الشيء المسلمين طبعا كانوا من الحركة الاستقلالية كانوا جاهزين يعني قامت مظاهرات عمالية وطلابية ما لها علاقة بالحركة هذا يعني هبات وطنية كانت فإذا نتجو الوطني كان مهيئ سرية القيادة كان لها جانب إيجابي زي ما قلت فإنه الناس ما فكروا من هي القيادة خلاص حركة محضور شاعدتها حركة تحرير إيرتريا خلاص بتاعنا هي قاموا اتجندوا فيها برنامج كده تحرير إيرتريا ما سألوا أنا قلت لك ما حصل واحد من الأخوان بتاع المرتفعات اللي قابلتهم كان يعرف أصلا مسعيد ناود أول القيادة لكن كان مجند في الحركة لأنه حركة وطنية هذا ما فيه تناوض عزيزي هو بمعنى القلبة الموضوعية على الزاتية هذه مرحلة يمر بها أي شعب يعني فبالنسبة للتصفيات والله أنا ما قلت أصلا القرار التصفي كان صحيح أنا قلت أولا ما كنت عضو المجلس على أنا بالمناسبة أنا قلت أتلقى أوامر كعضو قيادة ثورية عضو المجلس الأعلى كان الشهيد حسنان سب قلت أنا وكان له الصلاحية في صدار القرار وأصدر القرار وتم تنفيزه من قبل القوات جيش التحرير كان خطأ جدا أنا قلت اليوم النهار دا قلت كتبت الكلام دا والتصفيات دي من بدايت كانت خطأ لكن هم المبرر كان كده لأنه سرقوا أسلحتنا لابد أن نسترد ها يعني فحقه نفهم الخلفية بتاع المسألة يعني وقت بعدين بالمناسبة زي ما قلت أنا قيادة جمهة التحرير فعلا مشوا بورسودان وحاوروا مسعد ناود والناس المعاون ما وصلوا لنتيجة رفضوا تماما من وضوع الكفاح المسلح فما كان في امكانية للقاء أصلا يعني وشكرا بالنسبة للغة طبعا لغة نعم شكرا شكرا جزيلا أستاذ عمر التأمين تقريبا لك بك المايت أخي الكريم بك المايت بك المايت بك المايت في اشكالية السيد عمر علوم ده حاجة طواء أوك أوك تفضل 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 من وجود تفضل تفضل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته بالله إذا مسموع ديني واحد واحد ديني واحد احلو مسموع أولا نساء خير لكل الشباب وأقص بالتحية الأستاذ المناظري عمر جابر هذا الرجل المؤرخ حقيقة يعني يفيدن بكثير من مداخلاته وامسياته وبكثير من محاضراته التي يلقيها وكتاباته التي تتميز بالصدق والتجرد وبهذا الكلام لا أعني به مرحم بقدر ما هو ذكر للحقيقة حقيقة يعني يشكر الأستاذ على هذا الإجاز وهذا التناول يعني بهذه الصورة الموجزة القير مخلة لهذا التاريخ الكبير والهام من تاريخ حركتنا الوطنية بشكل عام وهذه النقاط التاريخية والإضاءات التي حتما ستفيد الكثيرين في تناول القضايا والإجابة على كثير من الأسئلة حقيقة يعني أود أن عندي يعني بعض الوقفات في هذا التحليل الصائد الأستاذ عمر يمكن في بداية حديثه وضح أنه يعني يتحدث على حسب ما روي له وهو ناقل رواية ولكن أكثر ما عجبني هو يعني يعني لم يكن راويا فحسب ولكن كان راويا ومحللا ومناقدا يعني من خلال القضايا التي توقف عليها أكثر القضايا التي يعني أثارت اهتمامي هي يعني سرية القيادة والحكم مسرية القيادة والإيجابية التي يعني توصل إليها من خلال هذا التحليل وهي عدم معرفة المسيحيين أو الكبساويين بالقيادة لقيادة هذه الحركة في ذاك الوقت وربما لو عرفوا يعني هذه القيادة ومن بيعها ومصدرها ومنهم لما تفاعلوا مع هذه القضية بهذه السورة وربما سرية القيادة أدت إلى إلى نجاح حركة في المدن الإيرترية وخاصة أنه يعني العنصر المسيحي كان له سقل ووزن في المدن الإيرترية كما هو معروف خاصة العاصمة أسمنة وهذا التحرك يعني الوطني من خلال السنتاج الذي توصل له الأستاذ أمر يعني يعني البيئة أو الأحداث التي يعني توفرت لهذه الحركة من مظاهرات من تحول الموقف المسيحي من اتجاه الإمبراطور وسياساته يعني إلى اتجاه آخر بحثا عن مصالحهم واتجاههم في نحو التكتل لاتجاه الكتلة الوطنية حتى وإن كان يعني القرض منه لا أستطيع أن أجزم أنه كان قرضا وطنيا بحثا بغدر ما كان يعني البحث عن عن منفذ أو يعني الخروج بأقل الخسائر بعد ما أخلف البيئة التي كان يمنيهم بها وحاجة واحد من الأخوان ذكر أنه يعني حتى حزب حب الوطن أو حزب سطر هاقر يعني كلمة هاقر هذه كلمة مفهمة غير محددة فربما كان يحلمون بوطن اللي هو يسوبيا الأم عموما يعني أريد أن أكد على يعني نجاح الأستاذ عمر في تحليله لوصول يعني إيجابية سرية القيادة في ذاك الوقت السؤال الجوهري في قضيته هو في مداخلته يعني ذكر الأستاذ عمر أنه القيادة الفرعية أو فرع الحزب الشوية السوداني في السودان رفض فكرة قامة أو تأسيس الحركة آنذاك لما طرح مؤسسة الحركة يعني ما شنو هي كانت المبررات يعني علما أنه نحن والله الخلاني أطرح هذا السؤال دائما موقف السودانيين من اتجاه قضيتنا يمكن يعني لا يخلو من بعد الدوافع الاجتماعية بالتحديد يعني مثلا نصر السماعي دائما يتأهب يعني يخاف وجود قوة اسلامية لها مبادرات في أن تحكم إيرتريا هل الانطلاق كان من نفس الهاجس أم يعني لأنه هي أصمام وجودة في أجندته المنون الوقت ذا كانت حركات تحرر والشوئين كما في محركات تحرر في أفريقيا يعني يا رجل سيد عمر يفيدنا أو على حسب السنتاج أو إذا عنده معلومة ما هي الدوافع اللي قلق ناس فرع برسودان من الحزب الشوئي أن يأخذوا الفكرة وشكرا ما يكتري شكرا 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 لك شكرا جزيلا أيضا التحية لكم مرة أخرى ورضو أحب أن نوي الحضور وحكاستها الناس التي تكتب ياريت إحنا قلنا اللي ما عندي إمكانية يكتب لكن ياريت أن السؤال يكون مكتمل ما يكتب شيء سؤال منقوص أو سؤال مبهم حقيقة تمشي بعض التساؤلات هنا الناس قاعد تقيف عليها مسافات طويلة لذلك لنكون أكثر وضوحا هنا في المنبر أريتر الحوار الحر و المنتدر أريتر للتغيير هنا نحن أسرة واحدة ونعمل بالتأكيد من أجهدف واحد ونتمنى بأن كل من يستطيع أن يساهم بمقترحات فهذا بالتأكيد ما ما نهدف إليه وهذا يسرنا حقيقة فإحنا أسرة واحدة هنا في المنتدى الأريتر للتغيير فلذلك إنسان عنده إسهامات عنده مقترحات عنده رؤى مستقبلية في تأسيس عمل جيد فنحن صراحة يكون ساعدين بإسهاماته لكن الشيء صراحة اللي بيحزننا وبيأسفنا لدرجة صراحة ما يتخيلوها إنه اللي بيكون في بعض الأشياء الممعروفة يعني القصد بالتأكيد ما معروف مننا شنو يعني إحنا صراحة بنحسن الظن في كل الناس فلكن يجب أن يكون التساؤل واضح يعني لشأن الناس ما تنزعج بحاجاتنا اللي بتكتبها يجب أن وإحنا تتكلمنا الآن الأستاذ عمر جايرو بتتكلم عن حركة تحرير أريتريا فلذلك يتوفى منه وكتلوا منه فلذي بتجي يعني إحنا عندنا سلسلة بتاعة الضغاءات تاريخية في كل يوم جمعة فإن شاء الله تيجي أي شيء بموعدة الناس بتتساءل فيها عشان ما نتراكم يعني وأسحالنا ما تتشتت وأفكارنا ما تتشتت فلذلك نحييكم ولكم التقدير وشكرا من أخي أمين وندي المساحة لأستاذ عمر جابر أستاذ عمر جابر شكرا جزيلا والله أنا ما أنزعج صراحة من بعض الأسئلة المقتوبة لأنه إنسان حاجة يعرف وأنا شاعر أنه في شباب فعلا مغيبين يعني يعني بعطف على يوم أنا لأنه فعلا واضح أنه يتنقصهم معلومات أساسية يعني يعني من حقي يسأل ما فيها مشكلة أنا ما قضي الأخ اللي بتكلم عن مرحوم عثمان سبي التصفيات الأخ الشهيد عثمان سبي مات في مستشفى في القاهرة أنا حضرت العملية اللي عملها وكل مراحلها لحد ما أتوفى ومشينا دفنوين ما في تصفيات ولا حاجة قدر الله وربنا يرحمه يعني عشان يكون واضح لك أجي للسؤال بتاع الأخ وأقول له الحزمة الشويعي أصلا في أجندته في برنامج وما كان موضوع تحرير الريتريا وبالتالي يعني أنت تعرف الحزاب الشويعية من فوق لتاعة أوامر وتوجيهات ما قابلة فلو صحيح يعني الأخ مسعيد طرح الموضوع ده هيكون خرج عن الأجندة خرج عن البرنامج بتاع الحزب بالتالي ما يتفقوا معاه لكن أنا ما قبلت الرواية دي لأنه كان ممكن يستقيل من الحزب من بور سوداني يعني ما في داعي يمشي الخرطوم أصلا ولا يقابل لعضو مكتب سياسي ليه؟ مع السلامة يقول ليهم ويتفرق له غضية وطنية بتاع بلده فموقف الحزب الشيء ما تغير أصلا ما آمن باستقلال هريتريا حتى في مراحل لاحقة وقد كنا نلتقي به يعني هو ذاته كان في وضع يرسل له لكن ما كان كده شاد حيلي في مسألة استقلال هريتريا لكن كمناضلين المهم كان يستقبلنه كده فما كان كان جزء من السياسة السوفيتية لأنه بعد ما جوناس من قستو وبقوا حلفاء للاتحاد السوفيتي السياسة بتاع الحزاب الشعي العربية كلها تغيرت كلهم بدوا يقول مركز السورة انتقل لأدي سببه يا أريتريين يا سوار شوفوا ليكم طريقة يعني عديل كده فهذه القضايا ويمكن السورة الأريتريا ميزتها إنها فعلا تحدث هذا الموقف السوفيتي واتباعه وتحدث الموقف الأمريكي واتباعه يعني قوتين دوليتين واجهتهم السورة الأريتريا كان يمكن أن تحاصر لكن كتب إليها النجاح فعلا لأسباب الآن مش وقتها يعني فهذا الكلام واضح يعني ما الحزب الشعي ما عنده أصلا موقف واضح ومعلن في تأييد حق تغرير المصير للشعب الأريتري يعني لا لا في المراحل الأولى بتاعنا ولا في المراحل اللاحقة وشكرا شكرا 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 جزيلا السيد عمر دقال لك المايك وخلص النفال تساؤلك في محل أيضا يعني ما نتكلمنا بشكل عام يعني لشان تقول لي ما حددنا شخصية محددة لكن بنتكلم بشكل عام والأخ السني لك التحية أيضا وإحنا ما عندنا أي إشكالية في أنك تتساءل يعني من حقك الطبيعي فلذلك إحنا تتكلمنا بشكل عام بس ما قعد نحدد شخصية محددة السلام عليكم مساء الخير الجميع أحيي الأخ المواضي العمر جابر ويعطيك العافية إن شاء الله وأتمنى أن نتواصل بهذه الممسي إن شاء الله أستاذ الفاضل أنا عندي أو في إيدي كتاب أو كتاب بمعنى صح للسيرة الذاتية عن آدم قندفل والثورة الإيرترية هذا سؤال الأول لو كان عندك الفكرة عن الكتاب هذه هذه أولا وبعدين في هذه الكتاب عندي سؤال عندي أقتبس منه بيقول في أوائل عام 1961 حضر الشيخ إدريس محمد آدم من مصر والتقينا به في كسلة وسألناه عن نشاط الحركة أي حركة التحرير الإيرترية وهل هو ملتزم بها وكنا لا ندري بوجود تنظيم آخر غير هذه الحركة كانت الإجابة الشيخ إدريس لنا أنه لم يلتزم بحركة التحرير الإيرترية أبدا وإنما هو ملتزم بجبهة التحرير الإيرترية التي كونها طلاب في القاهرة وكان على رأسها المنادل الشهيد سعيد حسين هذه الأشكالية هذا التنظيم أو هذه الحركتين يعني فيه أنهما الأول والثاني ما عرف وتشرح عليها شوية بالنسبة للكتاب هل عندك فكرة عليها أو سمعت عنه الكتاب هذه إذا ما عندك أنا مستعد ممكن أن أبعث لك إلا لو عرفت عنوانك وشكرا يا أستاذ الفاضي شكرا 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 جزيلا أردوغان وقبل أن أدل الفرصة للسؤول عمر جايبر أيضا في مصطفى ياسين حقيقة في بعض تساؤلات من مصطفى تقريبا ومن آخرين يسألوا هل يتعرف عن احتناق القيادات الأولى للفكر الشميعي فأعتقد أن هذا التساؤل ذكر أكثر من كذا مرة ويجيب أيضا سيد عمر جايبر يا رتلا وكيف عنده بعد ما تناول جزئية التي تحدث فيها الأخ رتبان لك التحية ولك الماء بسيد عمر شكرا جزيلا معلش السؤال بتاع الحكاية تناقل القيادات الأولى الفكرة الشميع سأجل ونجي جبه التحرير فصل كامل أو ليلة كاملة فيه عن حزب العمل الإيرتري كيف قام وليه قام هنا فأنا قاعد أقول ما نحرق المراحل يعني لو سمحت يعني لأنه كده إجابة حسنا أنا قد لا تشفي يعني لكن كل هذا حيجي الأخ ذكر كتاب المناضر آدم قندفل بعرف الكتاب وبعرف آدم شخصيا من فترة طويلة طبعا في النضال والحصل فعلا أنه الجنود الإيرتريين في الجيش السوداني كانوا حلقة ما أنا قلت الحلقة جندت الناس كلها تاريخيا الجبهة جات بعدين يا جماعة تأسست أول حلقة تحرير تمانية وخمسين لكن الجبهة سنة واحد وستين فتاريخيا جات بعد الحلقة طبعا وكت الجنود اللي في كسلة يعني شعره زي المواطنين التاني إن الحلقة قاعد تتسوف تماطل ما في سلاح ما في عمل رأسا حتى الاشتراكات جمدوها فاجتمعوا مع عدريس محمد آدم وقالوا له انت وين هنا قال لهم نحن عندنا جبهة تحرير الريترية بعدين ما صحيح الكلام ده إنه سعيد حسين كان رئيس لا لا رئيس الجبهة من تأسيس كان دريس محمد آدم كمان لجنة تنفيذية كان النقطة الثانية الجنود ديل اللي كسل بالتحديد وقد طلع عواتي رأسا يرسل له هنا يعني حتى بدون جبهة هنا بعدين جاء دريس حمد آدم تلاقة الدوائر دائرة وده أيضا حاجية والتوصيل عندما تكلم عن الجبهة تلاقة الجبهة والقوة الجات من القاهرة مع الناس اللي طلعوا مع عواتي مع الجنود السودانين أو الجنود الإيرتريين في السودان وشكلوا هذه البدايات لكن تحت ما ظلت جبهة التحرير الإيرتري فتاريخيا طبعا الحركة بدأت أول وقلت الكلام دائنا لكن الجبهة سادت لأنه اختارت الكفاح المسلح فأشكرك أيضا أنا شفت الكتاب عندي ليه وبعرف المناض الآدم قندي في الياني وشكرا أشكرا ما في الياني سادت أمر أخذ 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 ما في اليمن مايك أخذ ميك ميك أخذ مايك مايك في اليمن أخذ أخذ اشتركوا في القناة 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 حاجة بعدين زي ما قلت في التفصيل كيف تأسسوا ليه لكن بعد ما تأسس حزب العمل تماني وستين يعني حزب برنامجه ماركسية وكل حاجة وطبعا اتصل بالحزب الشيوعي السوزاني برضو ما يغير ما وقفوه ظاهرة قريبة مش كده يعني ما ممكن حزب يجيك بنفس مبادئك ترفضه وما ينايب وانت تأييد حاجة كده ما مفهومة يعني ما كان مفهوم الحركة دي تجاه شنو ذاتي يعني فأنا أعتقد السبب الرئيسي والأختي يعني شخصاته صحيح إنه ما لو كان عايزين يعمل حزب الشيوعي ريتري كان عملوه تابع لهم بنفس الخطة السوفيتي ومدامة هم ما عملوه حاجة مرفوض بالنسبة لهم السبب الثاني إنه كفاح مسلح ما عايزين وحزب العمل كان يأيد الكفاح المسلح بقيادة عواته هنا الفرق الرئيسي يعني فالقضية نعتقد ما قضيت شععين ما شععين إنت موقفك شنو من الكفاح المسلح هذا الفيصل كان في الصراع الأصلا بين الحركة والجبهة والحزب الشيوعي السوداني وقف معنا تعمل حزب ماركزي ما تعمل ما يخصهم يعني أعتقد ما يمكن هذا اتهادي والله أعلم يعني وشكراً تعمل حزب ماركزي ما تعمل حزب ماركزي ما تعمل حزبه